أهلاً بحضراتكو من جديد ابعتلنا على صفحة القناة ولولنا رأي حضراتكو في الموهبة أو في اللعب شادي ردوان وهنقول أراء حضراتكو كلها على الهوى وشادي معايا النهاردة في ضيافة برنامج الأشبال كابتن شادي كنت بسألك عن يعني خلاص انت انتقلت من أكاديمية النادي الأهلي في المنصورة للنادي الأهلي كان عندك كم سنواته؟ تقريباً سبع أو ثمان سنين سبع أو ثمان سنين أنا أعطي الثلاث شهور أنا أدخل أكاديمية الأهلي وأنا سبع سنين أه أعطي ثلاث شهور طلقت القطاع كنت نفس السن يعني سبع أو ثمان سبع أو ثمان سن أه مين بقى المدربين اللي بدأوا معاك بقى في قطاع الناس شيئ والله يا قابتن اللي اخترني في الأول اللي كان كابتن عبدالنبي عشور عبدالنبي عشور أه يعني كابتن عبدالنبي عشور ده ليه فضل كبير قوي علي مبغم أتكلم كده مش هو كابتن عبدالنالي ما شاء الله يعني حلوة كمان. بالزبط يعني هو ده اول حد اخترني. فضل مكمل معي شوية وكان فيه مدرب كان جاي كان لسه يمسك الفرقة ما كانش عاوزني. هو اللي صمم ان انا بقى موجود. اه. غير كده ما كنت شابه موجود يعني فانا بصراحة بشكره جدا. اه تايب معايا وقف جنبي. فبشكره جدا على الفترة اللي انا قضيتها معايا يعني. مين تاني بقى? كابتن عبدالنالي عشور اخترق في الاول وفديت معاه في مدرسة الكورة. بعد كيه بالترتيب كابتن عسام صلاح. اه. وكابتن ياسر محمدين. بعد كيه كابتن محمد شرف. بعد كيه كابتن احمد سراج. بس كده بقى الفريق الاول يعني. كابتن احمد سراج اشتغلت معاه فترة كبيرة. اه. مع الفين واحد ما شاء الله عملته يعني نتاج كويسة جدا. خاصة ان الفين واحد عندنا فريق حلو. يعني فريق يعني مليء بالمواهب. عندنا مغربي وعندنا شادي ردوان وعندنا عربي بدر. في لعبة كتير. بالضبط. يعني كابتن احمد سراج قعد معنا سنتين تقريبا. استفدت منه كتير جدا. ومدرب انا يعني بعيدا عن الكرة بحبه بحبه جدا برا الملعب. اه. وبيحاول ان هو يحمس اللعيبة ويحاول ان هو يطلع اقصى حاجة عندهم. اه. وهي دي الفترة تقريبا اللي انا يعني كنت اه ما شاء الله ماشي فيها كويس. اه. اه. فترة كابتن احمد سراج تقريبا قبل الاصابة سبق تسعة جوان. تسعة جوان في تسعة مطشاط. جات لك اصابة قوية انت في وقت كان اه انا على معتقد خدت عين انت. جات بعد موضوع الجارديان البريطانية. اه. بقول لحضرتك انا اول تسعة مطشاط تسعة جوان. اه. وتمان اسستات كمان. اه. فانا كنت ماشي كويس قوي. بس اه جات بقى احوار الاصابة ده يعني خير كله طبعا من عند ربنا. الواحد دايما يعني اه مكتنع ان كل حاجة من عند ربنا احوار الاصابة الاخيرة. مم.